سادتي الكرام والحديث هنا لكل العرب أنظمة كانت أو شعوب موقف عربي موحد تاني موقف عربي موحد نحن لا نزايد على عروبة أحد ولا نفاضل بين أحد على الآخر خالص ولا نتدخل في المصالح الثنائية ما بين أي دولة وما بين حتى الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية المسألة كلها فقهة أولويات وإحنا هنروح ليه خدنا حاجة أبدا وصلنا الحاجة أبدا كسبنا شيء أبدا طب هنعبر لهم الطريق ليه؟ على أجساد أهلينا ودماء أطفالنا؟ لا أظن لا أظن إذن موقف عربي واحد حل الدولتين بعدها يحلها مئة ألف مليون حلال حل الدولتين بعدها نبحث المشروعات والتعاونات حل الدولتين يضمن للشعب الفلسطيني حقه وحريته واستقلاله وحياته وصحته ومستقبله ومستقبل أطفاله اللي بيتقتله دلوقتي وإحنا بنتكلم هناك في قطاع غزة تاني ده مش المشهد الأول ده المشهد المليون هذا المشهد ليس الأول أحلم وأتمنى بأن يكون المشهد الأخير لكنه حلم وعيت على الدنيا وشفت المشاهد دي خمسين سنة بتفرج على المشاهد دي خمسين سنة بتفرج على موقف عربي مشارزم وغير مفهوم سبب شارزمته امشي ورى مصر هتكسب مصر لا تريده شيئا من أحد مصر لا تريد تقديم تنزلات من أحد مصر لا تريد سوى مصلحة الشعب المصري وأمان الشعب المصري وبطبيعة الحال جزء لا يتجزأ منها الأمن القومي العربي وما بين قسين ثقلين وشعب دي مصر المقاربة المصرية هي المقاربة الأكثر واقعية هي الأوفق هي الأنجح سيروا مع القاهرة ولن أقول حتى خلف القاهرة سيروا مع القاهرة ولن أقول حتى خلف القاهرة وإن كان السير خلف القاهرة شرف ترجمة نانسي قنقر